حلو الله فيكم حلقة جديدة من 5 اشياء جميلنا لكم اليوم 5 ألعاب غير معروفة لسلاسل ألعاب مشهورة قبل أن نبدأ لا تنسون اتضر اللايك واشتركوا في القناة والحين خلونا نبدأ أول لعبة معنا هي لعبة Crash Mind Over Mutant هي عبارة لعبة هاك هنسلاش لسلسلة كراش المعروفة وتعتبر العنوان الخمسةاش في السلسلة قصة اللعبة كانت أن الدكتور نيو كورتكس اخترى جهاز مثل الآيفون ويخلي يتحكم في جميع المخلوقات معادة كراش وكراش لازم يقض المخلوقات من تحكم كورتكس المميز في اللعبة كان الجيم بلاي حقها بحيث صار كراش كدري قاتل بسخدام يدينا ورجلين مو بس يدور ويقدر أيضا يصدر ضربات ويراوغ منها يعني تخيلوا أسلوب لعب Devil May Cry بس على شخصيات كراش وبتفهمون الفكرة طبعا كان فيه كومبوات حتاجة تسويها عشان تكن تهزموا حوش عمالقة اسمهم التايتنز اللعبة صدرت الأجزة بلاي سيشن 2 وال3 والأكس بوك 360 ونينتندو بي إضافة الأجزة محمولة ثانية ثانية لعبة معنا هي لعبة Grand Theft Auto Advance صدرت على جهاز الجيم بوي أدفانس وفكرتها أنه كانت مشابهة تماما لطريقة لعب وعرض ألعاب Grand Theft Auto الكلاسيكية اللي صدرت على الجهاز بلاي سيشن الأول واللي تخليك تلعب من منظور فوق الرأس اللعبة كانت تدور قصتها في مدينة لبرتي واللي كانت في أحداث Grand Theft Auto 3 واللي كانت في البداية أصلا بتصير بورت لها لكن المطولين غيروا الفكرة وقالوا أنهم يخلون اللعبة مستقلة والدليل أيضا أنه بعض الشخصيات الجزء الثالث موجودين في اللعبة مثل 8 Ball وزعيمة اليكوزا أسكا وما في شيء مميز في اللعبة غير أنها كانت جزء مستقل صدر على الجهاز ألعاب محمول للسلسلة ثالثة لعبة معنا هي لعبة Uncharted Fight for Fortune واللي صدرت على الجهاز Apple Station Vita اللعبة كانت عبارة لعبة بطاقات يعني مثل يوكي أو أو بيكمون وكل بطاقة فيها صور شخصيات وأسلحة وأدوات ولها استخداماتها وطبعا فيها تتحدى اللاعبين وتحاول تفوز عليهم باستخدام استراتيجيات تمكنك من استخدام البطاقات لصالحك قوينا اللعبة فيها اختلاف شوية عن العاب البطاقات المعتادة لكن في النهاية ما فيه شيء مميز إلا أنها كانت تقدر تربطها في لعبة Uncharted Golden Abyss وتقدر تحصل على بطاقات خاصة منها تستخدمها فيها رابع اللعبة معنا هي لعبة Resident Evil Gaiden تعتبر قصة فرعية في السلسلة من بطاقة ليون كونيدي وباري بورتن وصدرت على جهاز Game Boy Color قصتها تدور في باخرة وفيها انتشر الزومبيز في كل مكان اللعبة فيها ماكن كثيرة تستكشفها في الباخرة وغرف متنوعها والغاز وكان فيه طريقة تقتال فريدة من نوعها في السلسلة الزومبيز يكون يتمشون في الخريطة وإذا لمست واحد منهم تتحول الشاشة لمنظر أول RPG ويكون فيه عداد يمشي ميني سار ولكن تكفى في الوسط عشان تقدر تطلق المسدس عليهم وتحس كأنها نظام Undertale في القتال واللعبة صدرت على جهاز Game Boy Color خامس لعبة معنا هي لعبة Pokemon Best Wishes على جهاز السيقة مثل ما سمعته لعبة Pokemon من التندو على جهاز السيقة بس مو أي جهاز جهاز مخصص لليابان فقط اسمه Beena وفكرته أنه جهاز تعليم للأطفال شكله مثل لابتوب وحصل لليابان فقط صدرت على لعبة Pokemon تعليمية للأطفال في عام 2010 وهذه كانت الخمسة العاب أعطونا رأيكم فيها واذكروا لألعاب ما ذكرناها تحت في التحليقات ولا تنسون الدعم أعطيكم أحلام المتابعة كما كفت الشيحة ومع السلام ترجمة نانسي قنقر